بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتوم التسليم أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم وأسر الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الأحبة الكرام لا نزال فيها أيام هذا الشهر المبارك في شهر الله تعالى المحرم وهذا الشهر نستقبل خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى يوم عاشورا وقد سن لنا في سنة نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم هذا اليوم ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل إلى المدينة رأى اليهود يعظمون هذا اليوم يصومون يوم عاشورا فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تصومون هذا اليوم فقالوا إنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم يعني نحن الأمة الموحدة التي تعبد الله وحده لا شريك له وتثبت لله تعالى وتثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات عالية وأسماء حسنة وأننا لا نزعم أن لله تعالى ولدا كما تزعمون أيها اليهود فإن اليهود يقولون عزير ابن الله نحن أحق بموسى منكم نحن الموحدون نحن الذين على دين موسى وهو التوحيد الذي جاء به وليس أنتم ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيامه وأمر أيضا أن يصام يوم قبله أو أن يصام يوم بعده فمن السنة أيها لحبه الكرام أن يصام هذا اليوم وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية يعني صيام يوم عشرة وصيام يوم عشرة المقصود به صيام العاشر من شهر الله تعالى المحرم ولا شك أن صيام هذا اليوم المبارك هو شكر لله تعالى على ما تفضل به على عباده من إنجاء موسى عليه السلام وقومه من فرعون وقومه هذا الشهر عموما أعني شهر الله تعالى المحرم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام فيه وخاصة الصيام في أيام الاثنين والخميس فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال تعرض على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ولا شك أن اتباع الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك له به أجر عظيم باتباعه للسنة قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك دل هذه ولا فاضل على عظم أجر الصيام وأن الإنسان ينبغي أن يحرص عليه وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفة باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفة وقال صلوات ربي وسلامه عليه أيضا مادحا الصيام قال إن للصائمين إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم أو أحد غيرهم دل هذه ولا فاضل على أن صيام الإنسان خاصة للعاشر من هذا الشهر الكريم من شهر الله تعالى هذا الشهر العظيم من شهر الله تعالى المحرم أن الإنسان مأجور عليه بإذن الله تعالى وأنه عند الله جل وعلا له به ثواب إنما أنبه هنا إلى مسألة هامة وهي أن نبي عليه الصلاة والسلام لما صام هذا اليوم نبه صلوات ربي وسلامه عليه على أهمية مخالفة اليهود فأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يصام يوم قبله أو أن يصام يوم بعده فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصوم قال لئن عشت إلى قابل يعني لئن عشت إلى السنة القادمة لأصومن التاسع والعاشر وأمر صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم قبله معه أو يوم بعده إذن السنة أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر من شهر الله المحرم أو أن يصوم العاشر والحادي عشر فإن لم يفعل هذا ولا هذا فإنه إذا صام اليوم العاشر فقط فلا بأس عليه ويعتبر له الأجر بإذن الله تعالى أن الله تعالى يكفر به السنة الماضية نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأنبه أيضا إلى قضية قبل أن أجاوزها وأبدأ في الرسائل إلى أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام يدفعنا إلى أن نعلم أن في ديننا أن الإيمان بجميع الأنبياء ينبغي أن يكون إيمانا متساويا كما قال الله عز وجل لا نفرق كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال جل وعلا لا نفرق بين أحدهم الرسله فنحن كما أننا نؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم ونؤمن بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ونؤمن بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لا نفرق بين أحدهم الرسله نؤمن إيمانا تائما أنهم مرسلون من عند الله عز وجل أرسلهم الله تعالى بالهدى ودين الحق وأرسلهم جل وعلا بأن يقول للناس أعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل الأنبياء جاءوا مثل هذه الرسالة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بموسى منكم نحن الأمة التي توحد الله ولا تشرك به نحن أولى بموسى منكم فإن موسى جاء بالتوحيد ولم يجي بالشرك أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ونوفقنا وإياكم لكل خير